موسيقى مرحبا بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا الحوارية التانية النهاردة بنتكلم عن مرفق مترو الأنفاء المرفق الحيوي الأكبر في مصر من حيث نقل المواطنين وده وفقا لإحصايات وزارة النقل والمواصلات بيستخدموا تقريبا يوميا 2 مليون مواطن المرفق المديونيات وصلت بحسب تصريحات الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاء لنحو 250 مليون جنيه في 3 أعوام الأخيرة بس من 48 ساعة حصل تحريك لأسعار تذاكر المترو في محاولة لعبور هذا المطب مطب الخسائر مطب الديون وتقديم خدمة جيدة بقدر الإمكان للمواطن بتضاهي مستوى المترو في مختلف الدول الكبرى يمكن ده اللي بيتمنى كل مواطن مصري إزاي هيحصل ده؟ وإيه هي خطة الوزارة على أرض الواقع لتطوير المترو؟ ده اللي هنعرفه بإذن الله مع ضيفي اللي منورني في الستوديو في فقارتنا الحوارية التانية وهو دكتور عمر شعت مساعد وزير النقل مرحب بك دكتور أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بحضرتك طبعا ده خبر الساعة كل الناس بعد تحريك أسعار التذاكر عايزين تفهم أكتر إيه اللي حاصل بالزبط وحضرتك يمكن كان لك تصريحات كتير يعني أكتر من تصريح نحب طبعا نتكلم عنهم بتفصيل أكتر قبل ما نفهم ليه أصلا يعني سعر التذكرة تغير بكم جنيه زادوا عن الأول عايزين نعرف وزارة النقل أساسا بتعتمد في مواردها المالية في التطوير على إيه يعني لازم نواطني أعرف في الأول هي بتعتمد على إيه في مواردها المادية عشان لو حتاجت تطور أو تعمل صيان بسم الله الرحمن الرحيم أنا أسمحي لي حضرتك بس قبل ما أجاوب على السؤال بتاع حضرتك فيه رقم حضرتك أو رقمين ممكن تصريح بسيط كده فيهم مرفق متر الأنفاق بينقل أكتر من 2 مليون لا هو بينقل حوالي 2 و 3 أربع مليون يعني حوالي قرب من 3 مليون قرب من 3 مليون راكب في اليوم ففعلا زي محضرتك قلت ده مرفق حيوي جدا ومهم جدا لمنظومة النقل داخل القاهرة الكبرى ما نقدرش نتخيل نفسنا في مصر من غير متر الأنفاق طبع بالزبط ده الحاجة الأولينية الحاجة الثانية حضرتك قلتي أن مديونيات الشركة وصلت لـ 250 مليون جنيه أنا عايزة أقول حضرتك يمكن حضرتك قريتي أول سطر في الجدول اللي إحنا كنا محضرين وـ 250 مليون جنيه يا فندم ده ديون شركة المترو لجهة واحدة فقط وهي شركة الكهرباء أو وزارة الكهرباء 52 مليون جنيه مجمل مجمل نحن عندنا ديون ديون بتقدر بـ 350 مليون جنيه وعندنا خسائر بتقدر بـ 618 مليون جنيه ثانية فندم عليش الديون بتقدر؟ ديون لناس خدنا منهم حاجات أو خدمات زي الكهرباء ولسه ما دفعنا هاش بـ 350 مليون جنيه منهم 250 مليون جنيه لشركة الكهرباء عندنا خسائر بتوصل لـ 618 مليون جنيه ودي خسائر متراكمة على مر السنين اللي فاتت المليون التانية مش للكهرباء لحاجات متفرقة أخرى أو للمين احنا عندنا فيه شركة نظافة متعاقدين معاها فيه شركة أمن متعاقدين معاها فيه شركات صيانة بتعمل صيانة للإسكليتورز أو السلالم الكهرباء الناس دي بيبقى ليهم فيه اتفاق إن كل شهر بياخد كذا فالحقيقة احنا عندنا ديون ليهم متراكمة بقالنا كذا شهر مش قادرين ندفع الكلام ده طبعا يعني وزارة الكهرباء علشان هي يعني جزء من الحكومة فيعني نقدر نقول متساهلة معنا الآن دلوقتي لو كنا لو كناش حكومة زيهم كان ممكن يقطعوا عننا الكهرباء بس احنا ما ينفعش نكمل واحنا عندنا كم الديون دول وخسائر من غير المفترض أن المترو يخسر المترو يعني المفروض أنه هو منظومة مهمة جدا في أي بلد فبرضو الخسائر حاجة يعني الواحد تزعل طبعا طبعا حريك بقى السؤال الحريك سألته احنا مفروض بنجيب مصادر التمويل بتاعتنا منين مفروض يفندم في كل دول العالم الدولة واجبها هي بناء المشاريع النقل أو بنسميها احنا البنية الأساسية يعني الدولة تصرف على أنها تعمل لنا خط المترو الأول خط المترو التاني مفروض بعد كده أنا كشركة مترو باستلمه وابتدي أشغله وأعمله صيانة مفروض التشغيل والصيانة مصاريف التشغيل والصيانة يجيلي من حاجتين الحاجة الأولانية وهي الحاجة الأساسية وهي التذكرة اللي هي بتاعة الراكب تمام ودي بنسميها الكور بيزنس بتاع المترو في حاجة تانية اللي هي السايد بيزنس ودوة اللي احنا مؤخرا دول العالم اتدت تشتغل عليه اللي هو بعمل إعلانات جوه المترو بتجيب لي دخل بأجر محلات أو بعمل مول تجاري جوه بعض المحطات الكبيرة فتبتدي أجر المحلات بتاعتها فتبتدي تجيب لي دخل لكن ما ينفعش نعكس إنه تكون الدخل من الإعلانات والحاجات التانية دي أساسية وإنه التذكرة تكون غير أساسية هو مش بمزاجنا حضرتك إن إحنا نعكس أو نعكس ده الخبرات العالمية اللي في كل دول العالم يعني إحنا في وزارة النقل الحقيقة بنتعامل مع دول كتيرة جدا وناس كتيرة بيجوا يزورونا وإحنا بنزورهم علشان نتبادل الخبرات وإذا كنا محتاجين خبرة في مجال معين بندور عليها بنشتري قطرات مثلا من بلد معينة بنروح لهم بيجولنا فإحنا الحقيقة بننتهز فرصة نحنا يعني الحوار مع مختلف الدول إنه نعرف تجاربهم المشابهة لنا ودايما كنا بنسألهم نسبة اللي بتجيلكوا من دخل التسكرة قد إيه والنسبة اللي بتجيلكوا من السايد بيزنس قد إيه كان الرد بيكون إيه كان الرد يا فندم هقول لحضرك مثالين مثال أولاني اليابان اليابان ودي كانت من أفضل النسب اللي تقلت لنا في السايد بيزنس قالوا لنا إحنا في السايد بيزنس اللي هو المولز والإعلانات قدرنا نوصل لنسبة اسمها 27% والباقي كله من التسكرة باقي كله يعني 73% من سعر التسكرة ممكن بقى الدولة تتدخل في 73% المتبقية دي بجزء من الدعم يعني ممكن الدولة تقول أنا حدعم مثلا بعشرة في المية علشان بنسميها PSO أو Public Service Obligation على الدولة إنها لازم تدعم المواطن المقدرته أقل شوي الاقتصاديات العالم كلها بتقول إن الدولة الغنية ممكن تدعم المواطن بتاعها بمبلغ كبير دولة عندها فلوس والدولة اللي مش غنية مش هتقدر تدعم زي حالتنا لا مش زي حالتنا وعذلك إحنا نعتبر أقل ناس الوقت في تسكرة المترو في كل العالم إحنا مش دولة غنية إحنا دولة نمية ومع ذلك إحنا بندعم تسكرة المترو بقلنا سنين كتيرة وبنسبة عالية جدا بنسبة عالية جدا إحنا عضيك بنقعد مع البنك الدولي وبنقعد مع البنك الأعمار والتنمية الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي البنوك التمويلية دايما لما بتيجي تقعد معنا بتقول لنا إنتوا إيه اللي عاملينه في تسكرة المترو وتسكرة السكة الحديد إنتوا محسسيننا إن إنتوا دولة غنية جدا إنتوا ليه عايزين مننا قروض وإنتوا بتدفعوا الدعم دوت للتسكرة المعادلة مش متزنة أنت بتكلمني أن أنت عايز قرد مثلا عشان تبني خط مترو جديد بس ده مش منعكس على أدائك في خطوط المترو القديمة أنت عمال بتصرف على ثمن التسكرة ما تحرر ثمن التسكرة أو على الأقل خلي الدعم معقول فأنا عشان كده الحقيقة وأنا يمكن في لقاءاتي أو مدخلاتي في اليومين اللي فاتوا دول بقول يا جماعة مش عايزين نسمي اللي حصل في الثمانية واربعين ساعة اللي فاتوا دول أن الدولة رفعت سعر تسكرة المترو خلينا نسمي الأمور بمسمياتها الصحيحة الدولة قللت الدعم اللي حطاه على تسكرة المترو إحنا يا فندم أنا حدي حديث مثال على إحنا قسمنا المترو لمناطق في منطقة الأولى سعر تسكرة فيها 3 جنيه ومنطقة الثانية 5 جنيه ومنطقة الثالثة 7 جنيه طبعا السبع جنيه الناس لما سمعتها يعني تأثرت وتفجأت وتكاد تكون قد صارت يعني على اختيارنا للرقم دوت بس أنا عايز أقول لحضرتك على أنا كمقدم خدمة التسكرة اللي ب7 جنيه دي بتكلفني قد إيه؟ بالضبط حضرتك متخيلة هي بتكلفني قد إيه؟ عشان نعرف الفرق بقى اللي الدولة بتدعم بيه التسكرة دي التسكرة دي يا فندم بتكلفني 16 جنيه 44 قرش آه فرق كبير يعني أنا يوم الخميس اللي فات كدولة يوم الخميس كنت ببيع التسكرة دي ب2 جنيه يعني أنا كدولة كنت داعم التسكرة ب14 جنيه 44 قرش يوم الخميس بالليل لما بقول لحضرتك بقى أن أنا قللت الدعم على التسكرة دي فرفعت التسكرة من 2 جنيه ل7 جنيه اللي هي في الزون دي يعني قللت الدعم اللي الدولة بتحطه على التسكرة بدل 14 جنيه 44 قرش بقى 9 جنيه 44 قرش بس أنا لسه بأدعم التذكرة وبأدعمها برقم أكتر من نص ثمانها يعني المواطن بيدفع سبعة وأنا كدولة بيدفع تسعة جنيه أربعة واربين قرش يعني المواطن بالزبط لو حسبتيها حضرتك هتلاقيه بيدفع اتنين واربعين في المية من سعر التذكرة فقط والباقي كله دعم تلاتة وستين دعم دعم من الدولة تمام طيب نيجي لتصريح حضرتك إنه ما كانش فيه حل آخر أمام الدولة غير إنها تقلل الدعم الموجود المواطن عايز يعرف ليه ما كانش فيه حلول أخرى حضرتك يعني بصي كده للأنا قلته من شوية هل ده منطقي إن حاجة بتكلفني عشان أعملها 16 جنيه أربعة واربعين قرش وبحها باتنين جنيه من هنا ظهرت الحاجة الملحة والضرورية لتقليل الفجوة دي الحقيقة دي مش فجوة ده أنا بسميه ده تشوه في الأسعار يعني لازم تقرب من بعض شوية هو الدولة هتقدر تديني أنا كشركة مترو تعالي نفصل بقى ونقول شركة مترو مع الدولة معنا شركة المترو باعت التذكرة ب2 جنيه يوم الخميس اللي فات يبقى أنا عايز حد يديني لـ 14 جنيه أربعة واربعين قرش عشان أقدر بكرة أعمل تذكرة لمواطن جديد وأقدم له الخدمة بـ 16 جنيه أربعة واربعين فلازم أروح للدولة وأقول لها إحنا النهاردة ركب عندي 3 مليون راكب خدت منهم 2 جنيه يعني خدت 6 مليون جنيه أنا كان مفروض أخذ 14 جنيه أو لو حسبناها على المتوسط نقول 7 جنيه لأننا إحنا كنت بسكين الزون الأعلى زون اللي هو حيركب 35 محط بس فيه زون زي أقل بتكلفني أقل فنقول إن في المتوسط لو كله على بعضه كده هيبقى في حدود 7 جنيه أو 8 جنيه طب أنا بقى بيقول طب بيحها بـ 2 جنيه لأنها كانت زون واحدة لغاية يوم الخميس يعني طب مين حديني الفرق؟ الدولة بقى لها عشرات السنين بتديني الفرق مش هتقدر تفضل تديني الفرق وفعلا هي ابتدت ما تقدرش تديني الفرق ده معناه إيه يا فندبا؟ إن أنا كان ممكن أدخل على انهيار للمرفق ما أنا دلوقتي محتاج الفلوس ديت ومحدش بيدهاني لا الراكب بيدهاني ولا الدولة قادرة تدهاني ما هدتهاني كتير أنا كان لازم أتصرف كان لازم أبقى زي دول العالم كان لازم أبقى زي الكلام اللي البنوك بتكلمنا وتقولنا عليه ما ينفعش أدعم التذكرة بتسعين في المية من سعرها أباحها وعشر في المية لا أنا ممكن أدعمها بعشرين في المية خمسة أو عشرين في المية بس مش بتسعين في المية فالحقيقة ضغط شديد ضغط شديد على الشركة مطالبين بالتطوير مطالبين بالصيانة تلاتة مليون لما بيدخل مثلا علينا الصيف بيكون مفيش تكييفات في بعض المتر أو سوء الخدمة بيتدمره وبيزعله فأصد أنت بتطلب مني تطوير وصيانة وكمان أنا بعمل خط الثالث هينفع كتير من المواطنين المستخدمين المستفيدين من المترو فكان ده الحل الأوحد أن احنا نحرك السعر شوية ونقلل الدعم بالشكل اللي حضرتك ذكرت في بعض المؤسسات يعني عرضوا حلول أنهم يدفعوا العاملين فيها تذاكر المترو تتبعنا كده على السوشال ميديا عند حضرتك فكرة على الموضوع أنه فعلا يدفعوا للعاملين زي مش عارفة مؤسسة اسمعونة أو حاجة زي كده آه فعلا مؤسسة اسمعونة دي مؤسسة خيرية وفي حد النهاردة أكلمني الصبح وقال لي مؤسسة خيرية عندها استعداد إنها تشتري مننا الاشتراكات السنوية واتبحها للناس الغير مقتدرين يعني اللي هما مش قادرين فهم طلبوا مني طلبين طلب الأولاني إن أنا هل ممكن أحاول أديهم تخفيض يعني بدل إنه حشتري عدد من الاشتراكات السنوية فأنا اتكلمت الحقيقة مع قيادات المترو واتفقت معهم إن إحنا هندرس الموضوع دوتو وإن شاء الله متاح وحنشوف نسبة التخفيض اللي هنقدر ندها لهم أديه على الاشتراكات السنوية طلبوا مني طلب تاني الحقيقة أن أنا أساعدهم في تحديد مين اللي ياخد التخفيض دوت من المجتمع المصري فقلت لهم حقيقة دي مش شغلانتي يعني دي ممكن يبقى وزارة التوامن الاجتماعي تكون عندها داتا بيز وتقدر تساعدهم أكتر مني أنا ما عرفش مين اللي محتاج التخفيض ده لكن أنا كشركة مترو أوعدهم أن أنا حدرس الموضوع بمنتهى الجدية وإن شاء الله هنقدر نديهم دعم إضافي على دعم الاشتراك لأن حضراتك الاشتراك مدعم يعني التذكرة احنا كنا نتكلم فيها أنها مدعمة التذكرة بقى اللي جوها الاشتراك مدعمة أكتر يعني عارف حضراتك وده اللي احنا يمكن عاديين بننادي به بقى لنا فترة تعرف حضراتك احنا كنا نعلي التذكرة في يوم 1 فبراير آه هي حصل لها تأجيلات أكتر من مرة 3 مرات تقريبا مرة الأخيرة نفزت كنا عايزين الأول في شهر نوفمبر اللي فات صحيح وبعدين قلنا هنخليها لفبراير وبعدين قبل فبراير بكام يوم ايه أسباب التأجيلات دي أسباب التأجيلات ان الدكتور هشام في وزارة النقل وزير النقل طلب قبل الفبراير بداية فبراير بحوالي أسبوع قال أنا عايز أعرف هو الناس اللي مطلع على اشتراك وبالذات الطلبة نسبتهم قد إيه في المترو لدينا نسبة ضعيفة جدا كانت حوالي 3% بس فقال طب إحنا كده إحنا في وسط العام الدراسي وإحنا كده ممكن نأثر على الطلبة دي فقال لا أنا مش عايز أعمل ارتباك للأسرة المصرية ورعينا البعض الاجتماعي وقلنا هنضغط على نفسنا ونستحمل شوية لغاية لما الدراسة تبتدي تشرف على الانتهاء بتاعها وده اللي إحنا قررنا يوم الخميس اللي فات إن معظم سنوات النقل العادية خلصت متبقي بعض الشهادات وامتحانات مش انتظام يعني في الدراسة فإحنا الحقيقة إحنا يعني كنا يعني عمالين بنزقف نفسنا لغاية يوم الخميس وكانت الأمور ما تستحملش أي تأجيل أكتر من كده البعض كمان كان طالب إنها تكون بعد رمضان فأنا بقول لحضرتك يعني الدعم الزيادة بقى على الاشتراك عشان برضو السادة المشاهدين ياخدوا بالهم عشان فيه ناس مش واخدين بالهم من حتة ديت إحنا بيدقول إن إحنا رفعنا التذكرة بقت في الزون العول indispensijuana 3 جنيه في الزون الثانية 5 جنيه وفي الزون الثالثة 7 جنيه اللي مش عجبوا الكلام دوت ويستخدم المتر كل يوم اللازم ينزل يعمل الاشتراك الاشتراك دوت جواه مجموعة من التذكر متاح بقى المين والمين والمين الاشتراك متاح لجميع للجميع للجميع طب عزين فأي حد يقدر ينزل يعمل الاشتراك للمنطقة الأولى واشتراك للمنطقة الثانية واشتراك للمنطقة الثالثة هعرف حضرتك الاشتراك بتاع المنطقة الأولى قيمة التسكرة جواب كام؟ كام باتنين جنيه زي ما كانت أنا مسبة تخفيض كبيرة لا وزي ما كانت يعني كانه ما حدش علاله التسكرة بالذب يعني المشواره اليومي يقع داخل نطاق المنطقة الأولى اللي هي تسع محطات لو راح طلع اشتراك كأن ما فيش أي حاجة حصلت في المترو بالنسبة له ما فيش زيادة حصلة طب الاشتراك يروحوا فين ايه المطلوب منهم عشان كان كل المواطنين يكون عارفين احنا عندنا مجموعة من المحطات فيها مكاتب اشتراكات عندنا حوالي 24 محطة فيها مكاتب اشتراكات والنهاردة نزلنا على الموقع الرسمي بتاع الوزارة أماكن المحطات دي وهي نزلة أساسا موجودة في أي محطة مترو أم فيه يسأل أو فيه متعلقة في الوحطة الأعنانات في جوها محطات المترو بس احنا قلنا ننزلها برضا على الانترنت علشان نسهل على الناس نزلناها على الموقع الرسمي بتاع الوزارة 24 محطة فيهم أماكن استخراج الاشتراكات مدة استخراج الاشتراك في الأمور الطبيعية ما تاخدش عشر دقايق ايه المستندات المطلوبة منه مطلوب منه صورة البطاعة الشخصية مطلوب منه صورة شخصية ليه هو ومطلوب رقم ثلاثة استمارة حد هالو وحيمل البيانات بتاعتك عزيز لو كان طالب بيجيب بس ما يزبط ان هو طالب لو كان من ذوي الاعاقة الخاصة بيجيب الكرنيه بتاعه وبتاع وزارة التضامن الاجتماعية بيجيب الحاجة الزيادة ليه بقى؟ لان الناس ديت الفئات ديت لها دعم أكبر يعني شوف في حضراتك احنا عندنا دعم الأساسي على التذكار دي المرحلة الأولى وبعدين فيه مرحلة تانية من الدعم على الاشتراك لكل الناس نكملها احنا ما قلناهاش ان الزون العلانية لبتلاتة جنيه ادعمها على الاشتراك يوصلها لاثنين جنيه ومودة الاشتراكة دي ايه فدنا؟ تلات شهور تلات شهور بتتجدد؟ اه كل تلات شهور يطلع اشتراك وفيه اشتراك ثانوي يعني حسب الرغبة حسب الرغبة اه لا وحقول لحضريك حاجة كمان بس بعد ما كمل المناطق المنطقة الأولى قلنا تذكارتها بتلاتة جنيه تذكارتها جوة الاشتراك باثنين جنيه المنطقة التانية بخمسة جنيه في التذكارة قيمتها جوة الاشتراك اثنين جنيه ونص نص القيمة نص جنيه بس زيادة عن الطبيعية زيادة عن الطبيعية الثالثة بقى اللي بسبعة جنيه داية وهي مدايقة الناس قيمتها جوة الاشتراك تلاتة جنيه دهيل جدا يعني الناس اللي هي مدايقة بتقول دي يعني أنا بروح دلوقتي الصبح الشغل وبرجع آخر النهار أدفع سبع جنيه رايح و7 جنيه جاي أدفع 14 جنيه أنا بقول له لا روح طلع اشتراك ونت هتدفع 6 جنيه مش 14 جنيه بس أنت تبقى غلطان لو ما طلعتش اشتراك وأنا مستغرب الحقيقة إزاي واحد بيركب المترو كل يوم ومعرفش المعلومة البديهية اللي الحقيقة وأنا طالب في المدرسة السروي أنا كنت بروح المدرسة بتاعتي بالقطر كان ساعتها الخط الأول دوت اللي هو عين شمس مرج حلوان كانت مدرستي في عين شمس كان قطر ما كانش لسه مترو وكنت بقى عمل الاشتراك لأنه بيخفض لي سعر التذكرة فدي معمولة في كل دول العالم ومعمولة في مصر طول عمرها تمن الاشتراك ببقى عقل يعني من لم يقول اللي مش عايز يعمل الاشتراك هو بقى حر يعني هو اللي مختار كده هو اللي مختار كده وتح له يوصل أقصى حاجة 6 جنيه ما فيش بعد 6 جنيه اللي هي رايح جاي 6 جنيه رايح جاي 3 جنيه رايح التذكرة بتلاتة جنيه فانا بقول لو حيروح الشغل أو حيروح الجامعة أو حيروح المدرسة بتاعته الصبح بتلاتة أو حيرجع بتلاتة ده اللي هو حيركب كل المحطات بالظفر أقصى حاجة نينقل بقى على الشرايح المستثناء اللي عليها دعم رقم 3 اللي هي زاوية الاحتياجات الخاصة زاوية الاحتياجات الخاصة ده بيروح يعمل الكرني بتاعه عارفة حضرتك التذكرة اللي جوه كرني زاوية احتياجاتك الخاصة هتوقف على الشخص دوت بكام كم 18 قرش عزيز يعني تكاد تكون ببلاش صحيح الطلبة قيمة التذكرة داخل اشتراك الطلبة 22 قرش ولا حاجة يعني أنا أنا مستغرة بالحقيقة من الناس اللي طلع تقول أنا يعني أنا دلوقتي معايا تلاتة أولادي في المدارس وخدتهم وروحنا نتفسح واستخدمنا المترو وقادي أربع تذاكر في سبعة جنيه رايح يا دي 28 جنيه رايح و28 جنيه جاي 46 جنيه أو 56 جنيه لا خالص انت لو عملت اشتراك للولاد حيبقوا 22 قرش فيه 3 أطفال رايح جاي يعني جنيه وربع دي الحسبة الحقيقية يعني الحسبة الحقيقية لكن هيا الفكرة ان الناس يعني أنا مش عايزة أقولها ازاي كانت مستهونة بقيمة التذكرة لما كانت بجنيه وبتنين جنيه فما فكرتش تطلع اشتراك بس الحمد لله الناس وعية وسمعت الإعلام في اليومين اللي فاتوا واحنا عاديين بنطلع بنحاول نفاهم الناس يتعملوا اشتراكات الحقيقة النهاردة جات لي احصائية من شركة المترو ان عدد الناس المترددين على مكاتب الاشتراكات تضعفت اربع مرات عن مسيلتها الاسبوع اللي فات فالحقيقة ده واضح الناس ابتدت توصل لها الرسالة ابتدت تفهم الموضوع وبتدت تحس ان الاشتراك مهم مهم وتقريبا مش حيحس ان التذكرة عالية فبتدت تروح وطلع اشتراكات هو الاشتراك بيبقى صد حاجة رمزية او ما بولا كده لا هو حريب بتدفعي فلوس تمن الاشتراك لان الاشتراك التلات شهور دوت احنا حاسبينه على انه جواه 180 تذكرة ف180 تذكرة بقول لحضرتك الزون الاولانية التذكرة ب2 جنيه فم في 180 يعني 3860 جنيه في التلات شهور فهو بروح يدفع 360 جنيه بيملاله الكرت بتاعه ب180 تذكرة 180 تذكرة عايز يخلصهم في اسبوع واسبوعين يخلصهم بس هما مسموح له يخلصهم فيه 3 شهور تمام ومخفضين وكله تمام مجرد انه هيدفع بس سعر الاشتراك البطاقة والصورة الشخصية والاستمارة واذا كان من الفئات المستثنية وتاخد دعم اكتر فبيقدم ما يزبط ذلك يعني الطالب بيقدم الكرنيه الطالب بتاعه بتاع الجامعة الزاوي الاحتياجات الخاصة بيقدم الكرنيه بتاعه العسكريين بيقدموا الكرت بتاع العسكري الناس الفوق السن بيقدموا البطاقة الشخصية بيعرف انه فوق الستين بياخد تخفيض يا أستاذ عمر هو بينفع مثلا حد يستخدم اشتراك حد تاني ولا خلاص ده الاشتراك الخاص بي يبقى أنا اللي لاستخدمه يعني مثلا لو حد من ذوي الاحتياجات الخاصة وعايز مثلا أخوه أو ابنه هو اللي يستفيد بالاشتراك ده متاح ولا ما بيكونش متاح لا احنا الاشتراكات بقول لحضرتك أحد الطلبات اللي نطلعي اشتراك للصورة فانت الاشتراك بيطلعلك بالصورة بتاعتك فلازم انت بتستخدميه يعني فهاش حد تاني يستخدمه تمام تمام عايز اقول لحضرتك كمان حاجة يعني زودناها النهاردة بعد ما لقينا في اقبال من الناس على الاشتراكات احنا كان عندنا نوعين من الاشتراكات نوع الربع سنوي اللي هو الثلاث شهور وفيه الثلاث شهور تمام لقينا الناس بتقول طيب انتوا ليه ثلاث شهور انا مش عايز ادفع الـ 360 جنيه النهاردة استحدثنا فئة جديدة اسمها الاشتراك شهري عظيم جدا فاللي مش قادر يدفع الـ 360 اللي هو الـ 180 تسكرة يدفع الـ 180 تسكرة هيدفع شهر واحد اللي هو 60 تسكرة تمام وسعر طبعا اخف بدل 360 لثلاث شهور عملنا الشهر بـ 130 جنيه توقف سعر التسكرة جواه بحوالي 2 جنيه و 16 قرش النهاردة بعد الظهر كلام ده كان الصبح نهاردة بعد الظهر لقينا الناس شغلنا الاشتراك الشهر لقينا الناس بتاديت تقول لنا طب احنا لما بنسافر برة بنعرف ان فيه اشتراك اسمه اشتراك اسبوعي واشتراك اسبوعين حنزل الخدمة دي ان شاء الله بكرة ان يبقى فيه حاجة اسمها اشتراك اسبوعي واشتراك اسبوعين فأي طلبات من شأنها انها تساعد الناس وتسهل عليهم السيستم الجديد احنا متفاهمين ليها وبنتعامل معها لكن انا نفسي الناس بس يعني تحس بالقيمة بتاعت المترو وبقيمة ان احنا كلنا نحافظ على المترو والمترو ده بتاعنا كلنا وان انا لو فضلت ابيع التسكرة باقل كثيرا من سعرها الحقيقي فانا كده بهدم المترو ومعرض ان انا في يوم الايام انزل اركب المترو الاقيلة قدر الله توقف فاحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي اكيد محدش يردى يوصل للمرحلة دي وبيسعدنا ان نقول ان احنا عايزين نكون في مصاف الدول الاخرى ونشوف المترو عندنا في مصر زي المترو في اي دولة مش اقل في التطور مش اقل في الحادثة في عربيات مكيفة كمان مفروض معلن وهتنزل قريب مش عارفة امتى التوقيت اللي ممكن نشوفها العربي احنا عندنا حضرتك فاندن تلت خطوط للمترو شغالين ده يتخط الاول والتاني والتالت انا بأؤكد لحضرتك لو نزلت الخط التالت لا يختلف اطلاقنا عن احدث الدول في العالم احدث الدول في العالم والخط كله مكيف ومحطاته كلها مكيفة وكل السلالم اللي فيه سلالم كهرباء علشان تم العمل فيه مؤخر وهو الاحدى علشان هو الاحدى طيب بالنسبة للصيانة للخطين الاخرى الخط الاول والتاني هو ده المشكلة ان هم بقالهم كتيرة يعني الخط الاول بقاله من سنة 87 شغال يعني 31 سنة دلوقتي كتير اوي الخط التاني تقريبا افتتح للجزء الاول منه سنة 96 فبرضو 22 سنة فالخطوط ديت ساعة لما اتعملت الخط الاول دوت الحقيقة من 31 سنة مكانش موضوع التكييف دوت منتشر في مصر فتم التصميمات بتاعت القطار دوت على انه غير مكيف ايه سواء المحطات بتاعته غير مكيفة والقطارات بتاعته غير مكيفة طبعا دلوقتي الوضع اختلف الجو اختلف وبقينا محتاجين تكييف في كل العربية كتير كتير عن زمان زمان فعلا مكانش محتاجين المكانش درجات الحرارة بتوصل اللي احنا فيه حاليا طبعا الكلام دوت بقاله فترة بقاله كم سنة هل فيه دراسة اه طبعا احنا ابتدينا احنا الخط الاول يا فندم شغال ب75 قطار بيخدموا الخط الاول كل يوم احنا من سنتين او في 2015 ثلاث سنين جبنا 20 قطار جديد مكيفين فال75 قطار بقى فيه 20 منهم مكيفين و55 مش مكيفين ففيه واحد يقول طب انت ليه ما اشتريتش ال75 قطار ليه اشتريت 20 ما هو انا اشتريت 20 عشان مش معي فلوس ده رقم واحد فانا ادرت الدولة ااخد من الدولة من الخزانة العامة للدولة ان انا اشتري العشرين قطار دول بس عايز اقول لحضرتك فريدي ان انا كان معي فلوس واشتريت 75 قطار مكيف تسدقى حضرتك ان انا ما كنتش حارف اشغل 75 قطار مكيف على الخط ليه ليه بقى عشان الشبكة الكهربائية قديمة اعرف حضرتك في البيت عند حضرتك لو حطيتي جهاز تكيف او حطيتي 4-5 اجهزة تكيف جهاز تكيف في كل اوضة لازم عداد الكهرباء يتحمل يتحمل الضغط العالي دوت فلو حطي اجهزة تكيف كتيرة لازم تغيري العداد بتاعك تمام ده نفس الوضع بالضبط عندي في المترو انا عشان اشغل القطارات كلها مكيفة لازم اروح اغير شبكة الكهرباء لازم اجددها منظومه متدخلة فمنظومه متدخلة فانحنا بنحاول نحل ده بالتدريج نحله بالتدريج احنا عملنا دراسة ايه اللي احنا محتاجينه عشان نطور الخط الاول اللي بقاله 30 سنة بنا نفسنا محتاجين نطور الشبكة الكهربائية ومحتاجين نطور نظام الاشارات ومحتاجين نطور نظام اللاسلكي جوه اللي هو الاتصال الداخلي بين السواء وبين نظر المحطة وبين السواء ووحدة التحكم المركزي او غرفة التحكم المركزي بتاعتنا فيه حاجات كتير عايزة تتطور هيتم العمل على كل الحاجات دي بالتوازي يعني ولا حاجة حاجة لا هنشتغل اليوم بالتوازي لان الوضع بقى حرج واحنا محتاجين نبتدي فيهم بس عارفة حضرتك تكلفة الكلام دوت للخط الاول كم؟ كم 30 مليار جنيه اه مابلغ مهود الخط التاني اللي عمره 22 سنة تكلفة التطوير بتاعته 15 مليار جنيه يعني انا محتاج 45 مليار جنيه عشان امشي القطر المكيف عشان اجدد الاشارات عشان الخط الاول يبقى زيه زي الخط التاني يبقى زيه زي الخط التالت زي ما حضرتك ابتديتي وقلتي زي القطارات اللي ايه اللي في اوروبا وفي العالم المتقدم محتاج 45 مليار جنيه عارفة حضرتك الزيادة اللي انا عملتها في سعر التذكرة يوم الخميس متوقع بعد 365 يوم بعد سنة من دلوقتي هتجيبلي كم؟ كم مليار جنيه بس بس فانا لسه يا جماعة كدولة انا لسه محتاج اجد بدعم لا انا لسه مش محتاج يعني مش هروح اغلي التذكرة لا انا بقول ان انا كدولة انا ما رفعتش ايدي عن دعم هذا المرفق انا لسه بدعم فيه ناس تخيلوا ان الدولة بالعملته يوم الخميس رفعت ايديها من المترو وشيلت التذكرة وتمنها كله على المواطن لا لا الدولة لسه ده فعلا مع النسب دي انا محتاج 45 مليار بعد سنة كاملة من زيادة ده عشان تطوير الخط الاول وتاني ده عشان بس الخط الاول احنا لسه ما كلمناش كمان ده انا ده انا الخط التالت انا فاتح نصه انا لسه شغال في الكونستركشن او الانشاءات بتاعت النص التاني ضحي فالدولة بتنشئ الخط التالت ان شاء الله على بداية السنة الجاية حننبدأ في الخط الرابع هتقدروا يا فندم تخلصوا كل ده بامكانيات يعني المادية دي؟ والله يا فندم احنا يعني التوجه بتاع الدولة ان احنا نفتح فيه التنمية زي ما حرق شايفه المشروع قاومي للطرق شغالين فيه بأقصى جهد الشبكة المترو والسكة الحديد شغالين في تطويرها بكل جهد لان احنا اتأخرنا احنا كدولة الحقيقة اتأخرنا بنقول في حدود 30 سنة عن التطوير كلام ده كان مفروض يتعمل من 30 سنة فاحنا مش عايزين نستنى 30 سنة عشان نقعد نطور فاحنا شغالين بأقصى يعني تقريبا قدامنا قدقين نحس ان احنا فعلا عملنا طفرة او فرق ملموس بالنسبة فاني قطاع في المترو تحديدا في المترو تحديدا في المترو تحديدا انا ممكن اقول من سنتين الى 3 سنين هبتدي احس ان فيه تطور في الخط الاول والتاني معقول وفي السنتين دول انا على فكرة شغال في الخطوط الجديدة احنا في نهاية 2018 لحنا فيها هنفتح اربع محطات جداد في الخط التالت وفي نهاية 2019 هنفتح مجموعة تانية من المحطات محطات يوم بعد يوم على التوالي كلها هيتم فتحه دي طبعا ليها تكلفها دي اضافة خدمة جديدة وتخدم ناس في مناطق اخرى ما كانش بيوصل لها المترو يعني الناس اهلين اللي عايشين في شارع الجسر السويس حاسين دلوقتي بالكونستركشن اللي شغال او الانشاءات اللي شغالة في المرحلة الرابعة من الخط التالت اللي هي بتوصل لغاية مدينة السلام اهلين اللي في الناحية التانية من الخط التالت اللي هو ناحية العتبة ودار القضاء العالي والزمالك والحاسين بالكونستركشن اللي شغال في الجزء دو فاحنا الحياة شغالين فيه اتجاهات كتيرة على التواصل على قدم وساق طيب في ختام هذه الفقرة تحب حضرتك توجه ايه المواطن المصري يعني حاليا هو ده الخبر الاساسي اللي كل الناس بتكلم عنه تقول لهم ايه اه انا بقول لهم ان المرفق المترو ده ملككم واحنا كحكومة منكم من الشعب احنا في فترة من الفترات تحملنا المسئولية الوزارة وتحملنا الامانة ديت علشان نحافظ على المرفق فاحنا بنعمل اللي في صالح المرفق وانا متأكد ان انتم متفاهمين اللي احنا عملناه وفعلا ده بيعاكس النهاردة الوضع النهاردة في المترو غير الوضع مبارح غير الوضع اول مبارح الناس بتادي تتفهم والامور بقيت ماشية الحمد لله في سلاسة تمة الحمد لله دكتور عمر شعت ومساعد وزير النقل نورتيني في هذه الفقرة شكرا رائعا شكرا جزيلا لخضرتك شكرا بعد الفصل ما هي آخر جهود الدولة لتطبيق برامج الحماية الاجتماعية ودعم محدود الدخل من خلال برنامج المساعدات المالية تكافل وكرامة ايه هي شروط الحصول على هذه المساعدات الشهرية اللي بتقدمها الدولة لغير القادرين وايه مصادر تمولها كمان هنتساءل اسئلة كتيرة خليكوا معنا مع ضفتنا دكتورة نيفين القباج مدير برنامج كرامة وتكافل وكرامة مساعدة وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية خليكم معنا بعض الفاصل اشتركوا في القناة